اهلا بكم ويا رب اكونوا بخير جميعا هنعمل مع بعض النهاردة صابوني الغسيل من الزيت المستخدم ولكن هندخل فيه مكون الاول مرة بندخله في عمل الصابون هو يمكن مش اول استخدام لي على القناة للمكون ده لاني من حوالي سنة عملت وصفة تنظيف حلة الضغط او الحلال بريستو او الحلال الالمونيوم معموما باستخدام المكون ده اكيد كلكم عرفتم ان انا بتكلم عن معجون الاسنان معجون الاسنان منظف قوي جدا وفعال لازالة الصدق من الاحواض وكمان لما بنيجي نظف الكوتشات البيضة او الجزم البيضة بيكون برضو فعال جدا في النظافة ده غير ان هو لقدرة على ازالة روايح الكريهة مش محتاجة انبوبة معجون كاملة انا كل اللي هحتاجه معلقتين اتنين بس علشان بس ما حدش يقول هو انا هروح اشتري انبوبة معجون مثلا بمبلغ كبير علشان ادخله في عمل الصابون لا انا محتاجة منك معلقتين اتنين بس مش هستخدمه الواحد ولكن هستخدمه مع مادة فعالة جدا جدا في التنظيف وهو الكربوناتو الفكرة دي جات لتنظيف الاسنان او لما بنحب نخليها كده ناصعة البيض معروف ان احنا بنجيب معجون الاسنان بتاعنا وبنخلطه بربع ملقة صغيرة من بيكربوناتو السيديوم او الكربوناتو وبندعك سناننا الحياة بيخليها بيضة قوي يعني ممكن معجون الاسنان الواحده ما بيدينيش المفعول ده طبعا هو مش مستحب ان احنا نعمل موضوع ده كتير لان ده اه مع الوقت اه بيأثر على طبقة المينة الخارجية بتاعت الاسنان وبيقدي لحدوث التهاب في اللاسة ولكن اه على الاقل بنعمل الموضوع ده مسلا مرة كل اسبوعين طيب اه جبنا النهار ده معلقتين كبار من اه الكربوناتو او بيكربوناتو السيديوم وحطينا معلقتين من معجون الاسنان اي نوع معجون اسنان موجود عندك هنخلطهم مع بعض كويس اوي اه كلنا عارفين ادي الكربوناتو مادة فعالة جدا برضو في التنظيف بنستخدم ملح اللمون مع الكربوناتو او الكربوناتو الواحده طول عمر المكوني الكربوناتو ده بيدخل معنا في تنظيف كل حاجة في البيت فالنهار ده حطينا عليه مادة فعالة قوية وهي معجون الاسنان اه حسيبه بقى شوية كده لحد ما ينشف وهبدأ احضر المكونات بتاعتي النهار ده هشتغل على لتر واحد من الزيت يعني اربع كبيات لو الكباية متين وخمسين جروم اول حاجة باخد احتياطاتي وبلبس اللفظ في ايدي لاني هستخدم سودا كوية او اه زي ما بنقول عليها في بعض الدول اه كاترونا او كوستيج او تسليك المجاري او وهي موجودة عند اه بتوع مستلتين متر منازفات سعرها خمسة تلاتين جنيه للكيلو ومتوفرة بس اللي عايزة حزر شوية في الاستخدام انا بقولي الكلام ده كل فيديو عشان الناس اللي الاول مرة بتشوفنا وليتر الزيت بياخد مية وخمسين جروم طيب ما عنديش جروم عشان اوزن فانا باخد لكل كباية من الزيت معلقتين اتنين من السودا الكوية ياريد تكوني فتحة الشفات وياريد تكوني مهوية المكان كويس يعني في مثلا مروحها في شباك علشان الابخيرة اللي بتتصاعد دي مش صح ان انت تستنشقين اربع كبايات الزيت هيحتاج نصهم مية انا النهاردة مش هكتر السويل قوي في الوصفة فححتاج آآ كباية ونص بس انا حطيت قطعتين تلجيلي علشان اقلل شوية من حادة الابخيرة اللي بتتصاعد لما السودا الكوية بتنزل على المية هي بتسخن قوي الحاجة اللي انت بشتغلي فيها طبعا تكون بلاستيك تكون ازاز آآ ما تكونش الامونيوم لان السودا الكوية بتتفاعل مع الامونيوم لعلوا قدروا للسودا الكوية ترتشت على ايديكي اطناه فيها خلوا هتمسحي مكان السودا الكوية ما ترتشت خلوا بالكم معايا انا حطيت كباية واحدة بس من المية اللي انا دوبت فيها التمن معالق من السودا الكوية تمن معالق ليه لان كل كباية لها معلقتين وانا اخطت اربع كبايات فحطيت تمن معالق من السودا يلا نصفي الزيت بتاعنا زيت اللي احنا مستخدمينه. طيب ينفع زيت الجديد ينفع. بس اكيد طبعا دلوقتي ازافة الزيت وصلت ستين جنيه. ده اللي هي كمان سبعمائة جرام. فا اه حب اقولك كمان ان زيت كل ما بيكون مستخدم اكتر كل ما بيتصلب الصبونة او بيكون اه افضل في عمل الصبون. اه انا حطيت كباية. كده فضل لي كباية تانية. احنا قلنا مش هنكتر السويل. فحناخد كباية ونص بس الليتر الزيت. انا النص كباية تاني ما حطيتش مية حطيت كلور خام. الناس اللي بتسعني عن كلور الخام اللي هو اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت. اللي هو ماء الجفيل زي ما انا ستانية بتقول عليه يعني مش عايزة اللي انت بتشتري من المحل المنظفات بخمسة جنيه. لأ انا عايزة كلور الخام. ليه يا اميرة? اولا ليه كدرة رهيبة في تبييض الزيت زي ما انت شايفة كده? شايفين الزيت لونه فتح معنا ازاي? كأنه يعني حطينا عليه آآ مضيب مسلا او لون. وكمان الناس اللي بتشتكي من الدهنانة بتاعة الصابون في الحوض او في ايديها او على الموعين. الكلور بيقضي على الموضوع ده تماما كلور او كلوريكسين. فطبعا احط صابون سايل ينفع احط برسيل جال ينفع احط مية. يعني انا ممكن احط المعيار بتاعي كله مية. بس انا زي ما تقول لكم الكلور بيكون لي كدرة على ازالة رحة الزيت كمان. وازالة الدهنانة. دلوقتي انا نزلت بمعلقتين المعجون اللي انا خلطوهم كويس بمعلقتين الكربوناتو. محتاجة ان انا قلب كويس جدا جدا. واهم حاجة في صناعة المنظفات عموما ان كل مكون بننزل بيه نحنا نقلبه كويس قوي قوي. علشان لو احنا ما قلبناش هنبص نلاقي المكونات بتاعتنا دي مرقادة تحت في البولة اللي احنا شغالين فيها. ولما الصابون ينشف هنبص نلاقي فيه زي طبق جيل كده موجود على الصابونة من فوق ومن تحت المكونات الصلبة. ده غير ان طبعا عدم التقليب بيفرق جدا جدا في جودة الصابونة. بقلب بقى كويس وبعد كده. فاذا كنتوا انتم شايفين ان انا بجري الفيديو او آآ بقطع من آآ مقاطع معينة فده عشان الفيديو ما يطلش ولكن انا كل مكون بنزل بيه لازم بقلب فيه مش اقل من خمس دقيق. لو وصلتوا بقى معايا الهنا ما تنسوناش بلايك حلو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالمنازفات اللي احنا بنزلها. بعد ما اخدت تقليب حوالي خمس دقايق كده او سبع دقايق هبدأ انزل بالصودة الكوية اللي انا كنت ركناها على جنب علشان تهدى. ليه ما اشتغلناش بايا وهي سخنة? علشان بتدي للصابون ريحة مش حلوة خلص. احد اسباب ان الصابون بتكون ريحته مش حلوة ان احنا بنشتغل بالصودة الكوية وهي سخنة. انا هقول لكم علومة قلتها في القناة قبل كده. اه في المحلات اللي بيصنعوا الصابون ده بيعملوا الصودة دي من بالليل ويركنوها لحد تاني يوم. وده اه من اسباب ان الصابونة بتطلع اه صلبة وكمان اه نعمة جدا. في صابون كده بنبص نلاقيه نعم زي الحرير كده. ده من ضمن اسبابه ان احنا او هم يعني ما بيشتغلوش بالصودة غير بعد ما يعدي عليها يوم كامل. احنا مش بنقول يوم كامل طبعا ولا حاجة لان مش صح ان احنا ركينا عشان لو في اطفال ولا حاجة. انما بنقول على الاقل نسيبها تاخد وقتها. خدت بقى ربع ساعة نصف ساعة. وبعدين هننزل بيها. بعد ما بنزل بالصودة الكوية محتاجة تقليب مش اقل من ربع ساعة تقليب متواصل في البداية. وبعدين رايحة جاية اقلب فيها. اه دلوقتي انا هنزل بمعلقتين كبار من المسحوق البودر. على فكرة انا ما حطتش سكر في وصفة النهاردة. لسببين اولا اه هو السكر مش مكون اساسي معي. يعني انا لو ما حطتهوش الوصفة بتاعتي شغالة عادي جدا. انا حطت معلقة واحدة من الملح. الملح بيدي طهارة للصابون. وكمان بيزود من الصلابة. بالنسبة للسكر بيزود الرغوة. ولكن لما كيلو السكر يوصل تمانية وتلاتين جنيه فمش مستهلة بان انا نقدر احطه على الصابون. اه وطبعا اه يعني لا يسعنا غير ان احنا نقول حسبي الله هو نعمل وكيل في اللي وصلنا للوضع اللي احنا فيه ده. عشان كيلو السكر يوصل اربعين جنيه. بجد بجد لنا الله. وحسبي الله هنعمل وكيل تاني في اللي وصلنا للي احنا فيه ده. بقلب كويس قوي الحد ما لاقي القوام عندي بدل يتقل بالشكل اللي انتو شايفينه ده. انا ما بحطش الصابون في الاولي بغير لما لاقي القوام تقل معايا. مش شرط يتقل معايا بعد خمس دقيقة فيتقل معاك بعد نص ساعة. ده لأسباب كتير. للوقتي انا محتاجة اعلم الصابون بتاعي بحيس ان انا كن عارفة ان الصابون ده محصص اكتر لاستخدام اه الموعين والنظافة في البيت اكتر من الغسيل. احيانا لما بنعمل صابون الغسيل بنحط عليه مسلا برسيل جل او اه اللي هو الدنكار او المكونات الخاصة بالغسيل. فده بيكون اكتر للغسيل. انا بجعمل وصفات للغسيل باخده. انما الصابونة زي اللي انا عاملها النهاردة دي هي مخصصة اكتر لآآ الموعين. زي ما انا قلتلكو ان آآ معجون الاسنان حلوة قوي قوي في تنظيف الازاز بقى والالمونيوم والاحواض والبتجازات والكلام ده كله. فبعلم الصابون عشان ابقى عارفة ان دي خاصة بغسيل الموعين اكتر. وكمان علشان نغير من الشكل التقليدي بتاع الصابون اللي احنا بنعمله. عشان بقى ما تزهقوش مننا ولا من وصفاتنا. وآآ حطيت لون اخضر. كلنا عارفين ان الصودة الكوية بتأثر على الالوان. فانا لو عايز استخدم لون ما يتقصرش بالصودة هستخدم الالوان المايكة. الوان المايكة ما تتقصرش بالصودة الكوية لانها بيكون مفصصة آآ للصابون عموما. فاللون الاخضر تحول معايا للون البني. وقبل كده لما استخدمت معاكم اللون الازرق اتحول معايا للون الموف او البنفسيجي الغامق. بس فآآ بحطه بقى في الاوالب. والنهاردة باعتذر لكم جدا جدا ان انا آآ استعجلت عليه. هو ده المفروض عشان ينشف معاك تماما تسيبيه يوم كامل. انا سبت حوالي اربع ساعات او خمس ساعات. هتطر ان انا اقطعه معاكم ووريكم شكله. ونعمل له اختبار سيع كده. طبعا الصابونة معروفة ان هي كل ما بتنشف اكتر وبتقعد اكتر كل ما جودتها بتكون افضل واعلى بكتير. لو عرفتي تغطي الصابون. آآ علشان مكونات كلها تتفاعل مع بعضها يكون افضل طبعا. حتى لو هتحطي عليه فوطة او هتغطيه بكيس نايلون كده. بحيس بس ان المكونات كلها تتفاعل مع بعضها. وبتبدأ يتقطعيه اول ما ينشف. هو طبعا ما بينشفش قبل مرور اربعة وعشرين ساعة. الصابون ما بنستخدمهوش قبل اسبوعين على الاقل عشان نتأكد ان اكبر نسبة صودة آآ طارت منه. اللي انا بعمله ده بس ايه بدلع الصابون مش اكتر. يعني بغير بس من شكله كده. آآ زي ما قلتلكم علشان خاطر آآ ما نزهقش من الشكل التقليدي بتاعه. احنا في الوصف بتاعت النهاردة ما استخدمناش نشا. هو النشا بيساعد لان الصابونة تتصلب معايا وتكون نعمة على ادايا ولكن هي برضو مش اساسي. الحاجة الوحيدة الاساسية في صناعة الصابون السودة الكوية والزيت المستعمل والمية اللي انا بفك بيها الصودة. بس هما دول. الحاجات اللي احنا بنحطها دي كلها بقى سواء برسيل جل صابون سيل المسحوق البودر الملح السكر كل المكونات جيه النشا آآ الكلور الكلوركس كل المكونات دي هي بتزود من جودة الصابونة ولكن مش اساسي معايا يعني انا لو رحت جبت بعشرة جنيه صودة كوية وعندي كوباية زيت مستعمل خلاص انا كده عملت صابون. بصوا انا هنا اضطريت ان انا قطعه وهو لسه ما كانش ننشف بشكل كامل. مش قصدي ننشف بشكل كامل ويعني خلاص بقى ينفع ان انا استخدمه دلوقتي. يعني قصدي اول ملاقي ينفع ان انا قطع الصابون بقطعه على طول. لان لو انا استنيت لما ينشف بشكل كامل بعد مرور خمس ست ايام مسلا يبقى مش هيتقطع معايا هو هيتكسر. فانا باستنى اربعة وعشرين ساعة ولو مش في اوالب في علبة ومحتاج يتقطع يبقى بقطع. فانا قطعته بعد مرور اربعة وخمس ساعات بس عشان كنت عايزة انزل لكم الفيديو. وزي ما انتم شايفين ان شاء الله ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون الصابون نشف بشكل كامل. هوريكو صلبته. وحوريكو شكله اه بعد ما يتصلب. اه طبعا كلنا عارفين انه هو لسه يعني ما نشفش رغوته ما بتبقاش اقوى حاجة. ومع ذلك برضو انا هوريكو الرغبة بتاعته. انا دلوقتي مياخدش من الصابون نفسه دي بواقي الصابون اللي كانت موجودة. اه في الورقة اللي انا كنت حطوها في القالب اللي انا بستخدمه. والله العظيم يا جماعة. انا بيصعب علي قوي لما يكون رايح اشتري منظفات ولا ايه حد بيشتري الصابون الصلبة او صابون الغسيل ده من بتوع المنظفات. انتي كده كده عندك الزيت المستخدم في البيت وبتري مية. مش اقولك طبعا بتبيعيه لان انا عارف ان انتي واحدة بتتقل له. وعمرك ما حد بيعي الزيت علشان ياخده يعملوا قاعدة تدوير والدول المطاعم ويرجعوا يزون تاني. فجربي تعملي الوصفة لو ما نكحدش معيك ليها مليون حل. واللي عارفني عارف ان اي حد بيبعد يسألني على اي حاجة انا برد عليه على طول اول ما بشوف الماسيج. يارب يكون الفيديو عجبكم. واشوفكم الفيديو اللي جاي على خير. والسلام عليكم.